إذا أحرمت الحائض واشترطت ثم سافرت قبل أن تؤدي العمرة لأن الرفق لم ينتظر حتى تطهر فهل فعلها صحيح؟ لا تذهب حتى تؤدي العمرة الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله ما دام تحرمت بالعمرة يجب عليها إتمامها ينتظر معها وليها المحرم الذي معها وليس في هذا حرج ولله الحمد اليوم إنسان ما هو بحاجة إلى الرفقة طائرات والسيارات متوفرة والمواصلات سهلة مثل الأول